السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في برنامج صحبة أمال لعلاج التواحد في أمريكا اليوم هي رحلة تدريبية على شاطئ البحر كما تلاحظون وفيها طبعا عملنا بعض الأنشطة البسيطة للأطفال هي أنشطة حسية ومنها نعلمهم طريقة اللعب وموضوعنا اليوم هو أننا نكمل شرح صفات التواحد اليوم سأشرح لكم الصفة الحادي عشر والتاني عشر لأنهما تقريبا يتشابهان ولكن يختلفان في بعض النقاط باختصار موضوع اليوم هو اللعب بشكل مختلف وهذه الصفة هي أول شيء يلاحظه الأب أو الأم على طفلهم أو خاصة الأطفال الذين في الحضانة لماذا؟ الحضانة يوجد أطفال آخرين في نفس سن هذا الطفل لذلك المدربة تلاحظ أن هذا الطفل مختلف يلعب ولكن بشكل مختلف تماما ممكن يكون منعزل أيضا وحتى أنه منعزل ولكن في يده لعبة هي نفس الألعاب المتوجدة عند الأطفال الآخرين لكن طريقته في اللعب تكون مختلفة تماما فيه بعض الأطفال لا يكون منعزلين عن باقي الأطفال يعني يكونوا معهم في نفس المكان ويلعبون نفس اللعبة لكن طريقته تكون مختلفة سأقدم لكم عدة أمثلة حتى تفهموا أكثر لأننا نحن قلنا منذ بداية سنة 2023 ونحن نقدم الأسباب والحلول لصفات التواحد يعني كل صفة من صفات التواحد نشرح الأسباب لماذا ونقدم بعض الحلول هكذا حتى نستطيع التطرق يعني لكل لكل مشاكل موجودة عن طفل التواحد أو الطفل الذي لديه متلازمة ريز أو متلازمة الدون ساندروم أو دول احتياجات الخاصة بصفة عامة أول شيء تلاحظوه من الألعاب البسيطة هو أنها يقوم بعمل قطار أو الأشياء التي تكون في يدها على شكل مستقيم مثلا في بعض الأمهات كما يقولون كل الأحدياء الموجودة في البيت جعلها ابني على شكل خط مستقيم مثلا القريصات الألعاب البلاستيكية الدائرية يبدأ بصفها على شكل أيضا خط مستقيم وإذا أردت اللعب معه يعني ينزعج ويبكي ممكن يضربك أو يقوم بإبعادك بيده أو برجله يعني ويحاول أن يلعب وحدها وبطريقته الخاصة يعني يرفض تعليمه الطريقة الصحيحة للعب هذه من إحدى الأمثلة وسأذكر لكم أمثلة أخرى حتى يكون لديكم فكرة خاصة للعائلات الجدد الذين لا يعرفون أغلبية العائلات الجدد يسألون كيف أعرف أن ابنتي لديها توحد كيف أعرف أن ابني لديه توحد لذلك أنا أشرح صفات التوحد وطريقة التعامل معهم نذكر المشكل ونذكر الحل مثلا في طريقة صف الأشياء إذا رأيت طفلك أن كل الألعاب سواء أشكال أرقام حروف أحدية قطع من الخشب أي شيء يحاول عمله على شكل خط مستقيم كيف تكسرين هذا الروتين الذي عمله لنفسه هو أولا الأسباب أنه لا يعرف كيف يلعب لأنه فقد مهارات اللعب وهي من الصفات التوحد الأولى التي كنت ذكرتها من صفات التوحد هي فقد الطفل لأحد المهارات وهذه من إحدى المهارات المهمة عند الطفل وهي فقد مهارة اللعب ماذا علينا كحلول؟ ماذا نفعل؟ مثلا يوجد بازل كنت صورته سابقا بازل وهو عبارة على شكل قطار يعني عندما تصفون تلك الأرقام بازل للأرقام وهي في نفس الوقت على شكل قطار عندما تصفون الأرقام من 1 إلى 10 يتشكل وكأنه قطار يعني منها أنتم تعلمونها الأرقام وتعلمونها التأشير إلى قطع البازل ومنها يزيد تركيزه في نفس الوقت لأن قطع البازل يجب ترتيبها في مكانها المعين هذه من الألعاب التي تكسر روتين اللعب بهذه الطريقة أيضا من جهة أخرى من جهة أخرى حتى تستفيد من ماذا يفعله لأنه إذا دخلت لروتينه لكسر روتينه بشكل مباشر سينزعج ولا يتقبل منك أي تدريب لذلك يعني دائما تبدأ بأشياء بسيطة أولا ذكرنا البازل ثانيا علميها الترتيب في المنزل مثلا بدل صف الأحدية مثلا في الأرض وعملها على شكل قطار اشتروا يعني خزانة صغيرة للخاصة بالأحدية واطلبي من ابنك أنه يوميا يوميا أنت من تنزع كل الأحدية تبعتريها في الأرض وتطلبي من ابنك أن يعيدها بنظام في الخزانة سيفرح بذلك سيفرح بذلك ولكن إذا بدأت بالمنع منع منع المنع يحفز الطفل على أنه يبدأ في العناد وإذا عاند الطفل مستحيل تعليمه أي شيء هو سيبدأ يعني يتقبلها وكأنها لعبة منها هو يساعدك في ترتيب البيت ومنها هو يكسر روتينة ويتعلم الأشياء أيضا مثلا العلب مثلا مثل المصبرات مثل الطماطم المصبرة أو السمك فيه علب كثيرة في المطبخ ولدينا خزانات في المطبخ أعلمه كيف ينظم تلك العلب في الخزانة منها يساعدكم منها يكسر روتينة وهكذا وأشياء أخرى يعني فيها ألعاب كثيرة تحفز الطفل على أنه يكسر تلك العادة يعني من ناحية إشباع رغبته ومن ناحية أخرى تعليمه عندما يتقبل التدريب سيكسر أولا روتينة وبعدها يتقبل أي شيء جديد منك يعني يكون جاهز لتقبل معلومات جديدة أما بالنسبة يوجد أشياء أخرى أيضا في هذا المجال فيه بعض الأطفال مثلا يحبون تدوير الأشياء أي شيء يمسكه في يده سواء كأس سواء ملعقة أي شيء يمسكه في يده يحاول تدويره لإشباع رغبته ماذا تفعالين يوجد ألعاب بسيطة أصلا عندما نلعب بها ندويرها اشتري له بعض الأشياء البسيطة كنت صورتها أيضا سابقا أشياء بسيطة تعملينها في الأرض وتدويرينها عفوا هذا من أجل إشباع رغبته ومن جهة أخرى يلعب بأشياء أخرى بطريقتك بالطريقة التي تفرضها المدربة أو المعلمة أو الأب يعني بالطريقة الصحيحة يعني من جهة تقدمين لها الشيء الذي يحبه ويدوره ولكن تكون لعبة خاصة بالتدوير مثلا يدور الملعقة لا الملعقة للأكل لكن لا تنزعيها منه نزعا حتى يبدأ يبكي ويعاند ويتشبث بها أكثر لا قدمي لها اللعبة التي عندما ترى ابنك يدور الملعقة مثلا قدمي لها تلك اللعبة قولي لها تريد التدوير ها هي اللعبة التدوير دورها أما الملعقة فللأكل هكذا يبدأ يفهم الأمور يبدأ يميز بأن كل شيء نستعمله بطريقة مختلفة ولكن لا نمنعه بدون مقابل خاصة أنا أتكلم على الطفل عمره سنة ونصف أو عمره سنتين ونصف يعني ما زال صغير أقل من ثلاث سنوات أنا أتكلم خاصة على الأطفال الأقل من ثلاث سنوات يعني يجب المعاملة معه بدكاء تكون براوية لأن إدراكهم ما زال في تطور ما زال ضعيف إدراكهم ضعيف جدا لذلك يجب تقديم معلومات بشكل بسيط ومفهوم ليستطيع التطور بسهولة مثلا مشاهدة المروحية لمدة طويلة كيف تكسرين هذا الروتين اشتري له مروحية يستعملها باليد صغيرة وبالتالي عندما يشبع سيمل من ذلك والسلام عليكم أي أسئلة أكتبوها في التعليقات